اشتركوا في القناة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما أفهمتنا إنك أنت الجواذ الكريم اللهم يربي جعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وجعل تفرقنا سالما موفقا من الشر معصومة اللهم يربي لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرومة اللهم يربي استرنا فوق الأرض اللهم يربي استرنا تحت الأرض اللهم يرب استرنا يوم العرض اللهم رب بارك لنا في شيخنا اللهم ربفني أسماءنا في اسمه ورسومنا في رسمه وذوتنا في ذاته بجاه النور رسول الله عليه الصلاة والسلام سبحانه ربك رب العزة عما يسفون وسلاما عن المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد فإن شاء الله هذا اليوم نتحدث عن أصل من أصول الطريقة الكركرية وهو أصل كثور الحديث حوله ويتسأل الناس كثيرا حول معنى أو أصل كلمة السر فما هو هذا السر وما تأصيله في كتاب الله جل وعلا وفي سنة مولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهل هذا السر ضروري لكل إنسان هل هو فرض أم واجب أم مستحب لكل إنسان يعني ما حكمه وفيما ينفع يعني إذا الإنسان لم يحصل السر ماذا يضع منه فالسر هذه الكلمة هل ذكره الله عز وجل في كتابه نعم ذكرها الله جل وعلا في موطنين ذكرها الله في الآية السابعة في صورة طه قال يعلم السر وأخفى وقال في صورة يعني الصفات في الآية السادسة قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض فهنا الله جل وعلا ذكر هذا المصطلح يعني هذه الكلمة كلمة سر فذكرها بشكل صريح لأن بعض الأحيان في القرآن هناك مصطلحات أو هناك معاني تذكر بشكل صريح يعني صراحة الكلمة تذكر صراحة وهناك بعض الأحيان تذكر بشكل ضمني مثل قول الله جل وعلا يسأل لك عن الروح قل الروح من أمر ربي فبقيت الروح سر فلم يقل الروح سر ولكن قال قل الروح من أمر ربي فبقي معناها سرا بشكل ضمني فهذه الآية يعني تعطي معنى السر بشكل ضمني كذلك في قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأوحى إلى عبده ما أوحى فكان قاب قوسين أودنا فأوحى إلى عبده ما أوحى فلم يخبرنا الله جل وعلا عن معنى هذا الوحي ولا عن معنى هذا القابل قوسين فبقي هذه الكلمة يعني سر فبقي هذا المعنى هذا الوحي الذي تلقه الرسول عليه الصلاة والسلام في قابل قوسين بقي سرا وفي كثير من الأحاديث الصحابة رضوان الله عليهم ذكروا يعني معنى هذه الأسرار في صحيح البخاري في كتاب العلم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ومعروف سيدنا أبو هريرة هو من المكثيرين في الحديث بل هو يعني أكثر صحابي له يعني روى أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث ترك فيي الرسول الله عليه الصلاة والسلام جرابين من علم صارك فيي رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين من علم يعني قسمين أما أحدهما فبثثته فيكم يعني وحد القسم قلته لكم وأما الآخر لو بحت به لقطعتم مني هذا البلعوم قال ترك فيي الرسول عليه الصلاة والسلام جرابين من علم أما أحدهما فبثثته فيكم أي قلته لكم وأما الآخر لو بحت به لقطعتم مني هذا البلعوم أي ادخره سيدنا أبو هريرة عليه الصلاة رضي الله عنه وأرضاه من علم رسول الله عليه الصلاة والسلام سر فهذا يعني ضمنيا هذه الكلمة كلمة السر فهل الصحابة كان بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أسرار طبعا فالرسول عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأحيان في مجلسه يسألوا هل معكم غريب هل معكم غريب أي هل معكم أحد لا يفهم يعني معناهذه العلوم فإذا قالوا لا فغلقت الإبواب قالوا فدعونا ساعة فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام وكان لا يحدث كل الصحابة بنفس المعاني فكان له سر مع كل صحابي حتى الصحابة كان كل واحد ما يميزه فكان يقول أرحم أمتي بأمة أبو بكر أي عنده سر الرحمة وأشدهم في دين الله عمر أي عنده سر هذه إقامة الحدود وأقضاهم علي أي عنده معنى الحكم وكيف تنزل الحكم فهذا يعني إذا أردنا أن نؤصل هذه الكلمة كلمة سر في كتاب الله جل وعلا إذ ذكرت كما قلنا بشكل صريح في آيتين وذكرت بشكل ضمني في عدة آيات كما ذكرت في أحاديث صحابة رضوان الله عليهم وفي بعض القصص لرسول الله عليه الصلاة والسلام مع الصحابة فهذا يعني تعريف مبسط لهذه الكلمة كلمة سر فسؤال يتبذر إلى الأذهان ونحن نتكلم عن هذه المعنى هناك ممكن من يقول أو يطرح السؤال يقول هل هذا السر يعني واجب هل واجب علي أن أحصل هذا السر فيكفيني كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله فالدين لما أتى هذا الدين الذي قال فيه الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام هذا الدين أتى بمراتب مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان فإذا أردنا أن نصورها كما قال يعني كما جاء في الأثر أن الإسلام يأتي يوم القيامة في صفة رجل فهذا الرجل سيكون جسده وظاهره الإسلام وحوسه الإيمان وروحه الإحسان فإذا الإنسان سيحاسب على الدين بالإجماع ما هو دينك ديني الإسلام يعني فيه الإسلام وفيه الإيمان وفيه الإحسان ما شيء غده يحاسب فقط على الإسلام أو على الإسلام والإيمان سيحاسب على الدين كأجمع يعني بمراتبه الثلاث فإذا الإنسان هو ملزم بأن يحصل هذا المعنى الذي هو السر لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنسا إلا ليعبدون فسرها سيدنا ابن عباس إلا ليعرفون لأن العبادة لا تكون إلا لمن تعرف لا تصح العبادة بالجهل وإنما العبادة تكون بالعرفان وقيل يعني هناك من قال عبادة الجاهل في حجره إذا قام أسقطها يعني العبادة تكون بالمعرفة فهذا السر هو الذي يعني يدلك وهو الذي يرشدك وهو الذي يفتح لك باب الفهم في هذا المعرفة معرفة الله جل وعلا لأن أصل الدين لماذا جاء كل هذا الدين جاء ليعلمنا توحيد الله جل وعلا فالرسول عليه الصلاة والسلام وفترة خصوصا فترة المكية التي يعني قضى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أغلب الفترة النبوية فترة وجوده الرسول عليه الصلاة والسلام فرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول قولوا لا إلهي الله تفلحوا فعلمهم طول فترة المكية سر التوحيد فكانوا يتعلمون حقيقة هذا التوحيد لأن هذا السر هو الذي تتعلم به توحيد الله جل وعلا فكيف الإنسان يعني يبقى في عبادة يعني يصلي ويزكي ويحج وكذا وليس عنده أصلا حقيقة هذا التوحيد فإذا هذا التوحيد به يبدأ الإنسان لمراتب هذا الدين وبه يختم فكما أن الكلمة التي يدخل بها الإنسان إلى الإسلام هي أشهد أن لا إله الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فهي أيضا الكلمة التي يصل إليها وهي المغزى العام من قول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله الله فإذا لا إله الله علم علم يعلم بهذا السر فعلم لا إله الله هو حقيقة هذا السر كيف تشهد وكيف يعني تعلم علم اليقين وحق اليقين أن لا إله إلا الله أما هكذا تقولها يعني فقط تلقيها باللسان فهذا يعني قول للا إله الله لا شهود للا إله الله ولا علم لحقيقة لا إله الله فإذا معرفة السر هي فرض فرض عين على كل إنسان أن يتعلم هذا السر لأن هذا السر هو مظهر وهو خلاصة هذا الدين الذي هو حقيقة التوحيد أو روح هذا الدين وزبدة هذا الدين الذي هو كيف توحد الله جل وعلا فإذا عرفنا معنا كلمة السر في القرآن وفي الحديث وهل هذا السر واجب طبعا يجب على كل إنسان أن يتعلمه فما يعني كيف سأتعلم هذا السر أو الإنسان يمكن يطرح يقول أنا اقتنعت وأريد أن أتعلم هذا السر فكيف يعني سأتحصل على هذا السر وكيف يعني أين سأذهب هل هل يأخذ من الكتب هل هو يعني في القرآن الكريم في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فهناك من يقول لا أحتاج لأحد فالله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتمامت عليكم نعمتي ورضيت لكم لإسلام الدين فعلا الله عز وجل أتمام الدين ويقول والقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متذكر ففعلا السر في القرآن والسر في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فيعني كيف نتعلم هذا هذا السر ومن أين نأخذه إن شاء الله هذا سنجيب عنه مرة قادمة إن شاء الله لكي نجعل كل مرة إن شاء الله نجيب عن سؤالين أو ثلاث سأل الله جل وعلا أن ينور لنا قلوبنا اللهم رب برزقنا من بين أيدينا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا اللهم رب بأعطينا من فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وفي عظمنا نورا وفي لحمنا نورا وفي شعرنا نورا بجودك وكرمك رحمة رحمة رحمة